بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم الحباية بقلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير صباح الفلة ومساء الفلة على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتبعني النهاردة روتين مسائي بس روتين ايه جامد جدا ما تنسيش تحط اللايك ويلا بينا نبدأ مع بعض الروتين ونشوف هنقول ايه وهنتكلم في ايه وهنعمل ايه مع بعض انا عارفة لانا قدمت شوية بالفيديو دوت كده لان هو اصلا مفروض ينزل يوم السبت لكن انا حبيت ان انا انزلوا يوم الجمعة وصوروا معاكم يوم الجمعة علشان خاطر ايه اللي ما لحقتش تلحق واللي لسه ما جاهزتش تجهز ويلا بينا نبدأ على طين الروتين بتاعنا وكل سنة وانتوا طيبين وعام دراس جديدة عليكم اللهم امين يا رب ويا رب بيجعلها سنة سعيدة على كل الناس اللهم امين اول حاجة تجهيزات المدرسة زي ما انتوا شايفين كده تجهيزات المدرسة يلا بقى لو انت لسه ما لحقتش تخسلي الشنطة قدامك بكرة السبت الحق يخسلي الشنطة وهتنشف الكوتش لبس المدرسة الحاجات ديك كلها اللانش بوكس الزمزمية اللي انتوا عارفين الموال السود اللي احنا بنتعوذين عليها على طول دوت بس عايز اقولك والله العظيم المدارس بتلم اه العيال بتنم بدري بتسحى بدري بيبقى الاكل ليه معايد الصحيان ليها معايد الفرجة قدام التلفزيون ليه معايد كل حاجة ليه معايد لكن في الاجازة مش عايزة كمل انتوا عارفين يعني المهم اه انا حضرت الشنطة المدرسة انا اصلا قريدي غسليهم من حوالي كده اه اسبوعين اول ما خدوا الاجازة يدوب بعدها باسبوع غسلت شنطة المدرسة على طول وزي ما انتوا شايفين كده الشنط زي الفول اندفة عايز اقولكم للشنط ديت والله يبقى لها تلات سنين ان شاء الله باذن الله انحيانا ربنا هاجب لهم شنط جديدة السنة دي معاكم واوريكم المكان وكل حاجة على عموم انا مصورة المكان هسيبوها لكم في صندوق الوصف اه ده كده شنطة المدرسة اهي زي ما انت شايفاها بتاعت يوسف نديفة وزي الفل والخامة بتاعتها حلوة جدا حاولي وانت بتشتري شنط المدرسة تجيبي حاجة غالية شوية هتعيش معاكي سنة واتنين وممكن تلاتة انا اعرفة اللي الولاد بيحبوا يغيروا بيبقوا عايزين بهجة المدرسة بشنطة جديدة والكلام ده بس يعني مرة او مرة لا يعني ماشيها معاهم كده اه انا قلت لهم السنة دي هنقضي السنة دي بالشنط بتاعت السنة اللي فاتت وهوعدكم السنة الجاية هنجيب شنط جديدة وبالفعل ولادي سمعوا كلامي الحمد لله وخلاص اهي فضل شهرين يعني احنا دخلين الترمي التاني اه هيقضوا بها الترمي التاني وهنجيب بقى شنط جديدة على السنة الجديدة ان شاء الله يوسف هيكون في سنة تالتة ابتدائي ومنا هتكون فوق الاعداد زي اه دي شنطة منا برضو زي ما انتم شايفينها كده زي الفل مفاش اي حاجة خالص حتى الارضية بتاعت الشنطة نظيفة وزي الفل زي ما انتم شايفة كده يلا بقى لو انت لسه ملحقتيش تغسل الشنط يلا طلعيها بسرعة اغسليها كده وهتنشف منك سديني دخليها جوه الغسلة الاوتوماتيك بتطلع زي الفل هي وكتشاهات انا بعمل كده معاكم اه ودي شنطة مكة شن مكة ان شاء الله بازن الله اول يوم للحضانة بتاعتها اه يوم الحد ان شاء الله معاها مع اخواتها يعني فانا حضرت لها الشنطة دي مش عارفة بقى هتنفعها ولا لا لو ما انا فعلش هتطر اللي انا اشتري بقى شنطة جديدة لمكة كمان لبس المدرسة ده ترنج دوت مكة هتروح بيه لاني لسه ما استلمتش اليوني فورم بتاع المدرسة ان شاء الله لما تستلموا هوره لكم وهنصوروا مع بعض انا محضرها لها الترنج دوت عشان تلبسوا ده لبس المدرسة بتاع منا اه ده اللي هو سويت شيرت كده بسوستة بصي مش عارفة افتحها بايد واحدة تعالي ساعدين يا منا منا مش عارفة افتحها بايد واحدة المهم يعني يفتحيها شكرا اه ده كده السويت شيرت اللي هو الخارجي اللي هو بيبقى جاكت زي ما بيقولوا كده جاكت لكن هو خفيف بضطر اللي انا البسهم كمان حاجة من تحتيه اه او حاجة من فوقي يعني سواء كده او كده بس انا في جميع الاوقات بلبسهم من تحتيه اللي هو التشيرتات اللي هي الهايكول ديت بتدفيهم وبتبقى اه يبقى لفس المدرسة هو اللي باين بس كمان تحتيه السويت شيرت دوت او التشيرت دوت اللي هو بتاع المدرسة هم في مدرسة الفتح الخاصة اللي هي بيبي هوم طبعا جاليكم من تك كتير اوي هيبه هم في مدرسة ايه هم في المدرسة الفتح يا جماعة اللي في الحلمية دوت كده التشيرت تحتيه بقى هنا حطة اثنين مع بعض هي هتختار بقى هي تلبسهم ملتين زي بعضة اصلا وهنا البنطلون بتاع المدرسة برضو بيبقى مكتوب عليه الاسم المدرسة تمام كده طبعا اللبس ده هنكوي مع بعض دلوقتي بس انا بوريكم ايه اللبس اللي انا بحضره وايه الحاجات التجيزات اللي انا بعملها اه هنا كمان حطة ليوسف لبس البنات هو هو لبس الصوبيون عندهم في المدرسة كان الاول اول ما منا دخلت المدرسة كان ده الواحد وده الواحد وبعديها بسنتين غيروا اللبس وخلوا الاتنين زي بعض ده كده اللبس اللي هو بتاع يوسف نفس الكسة تشيرت من تحت برضو وبردو البنطلون حطهوله من جوه راح فين البنطلون اهو البنطلون حطهوله برضو من جوه هنكوي بقى الحاجات دي كلها ولا هيتكوي بس التشيرت الاصفر ده وممكن كمان ما كوهوش لانه هيتلبس من تحت الهدوم يعني مش شرط كمان حط حضرت حضرت الشرابات حضرت المنا شراب جديد ويوسف نفس الكسة بس مش عندي حاجات جديدة ليه فهيلبس اللي هو اللي كان عنده والمكة شراب جديد زي ما انتم شايفين انتو عارفين لا بشتري الشرابات بالجملة فبتبقى عندي في البيت متوفرة فعشان كده انا مشتريتش يعني كل ده كان عندي من قبل كده طبعا حضرت هنا الشوزة هو ده بتاع يوسف ومنا ومكة التلاتة نضافه زي الفضل غسلهم برضو في الغسالة ما بيحصلش اي حاجة لما تطلع بتخسلي في الغسالة بس اهم حاجة الكتش يكون النوع بتاعه كويس لاني قبل كده اشتريت كتش كده عادي يعني من مكان بلاش ذكر اسامي ودخلت الغسالة طلعلي نصين فاهم حاجة الحاجة اللي انت تشتريها تبقي مشتريها غالية هتعيش معاك الرخيصة خلاص بتموت منك يعني وطبعا الكتش لازم يبقى نظيف اول بول يعني مش شرط تستني الاسبوع كله لحد ما ايه يجي يوم الخامس عشان تخسليه لأ ممكن في نص الاسبوع تخسليه وتدخليه بلاجون او بفوتة نظيفة كده وتلمع الكتش كده العين لما بيبقى نازل الصبح كده مصرح شعره وغسل وشه واللبس نظيف كده وكمان الكتش بتاعه نظيف صدقيني بيبقى هو اصلا عنده ثقة في النفس وهيتعود على كده من وهو صغير عاوديهم ينزلوا من البيت مضاف وزي الفل صدقيني الموضوع دوت لما يكبره هي كمان البنوتة هتعمل كده مع ولادها وكمان الطفل هيعمل كده مع نفسه لما يكبر هيبقى رايح الشغل لابس كل حاجة نظيفة ريحته حلوة زي ما بيقولوا كده كده خلاص حضرت الحاجات ديت ناقص ايه بقى ناقص اللي انا دلوقتي اخش اعمل ليوسف الكراريس والكشاكيل لان الجدول هو هو وكمان لو غيروا حاجة في الجدول هيبقى الكراريس والكشاكيل هي هي بتاعت الميس انا معي الورقة هنخش دلوقتي نعملها مع بعض وكمان هنخسل اللانش بوكس والحاجات بتاعت المدرسة ويلا لو انت ملحقتيش قومي على طول الحقي واعمل الحاجات دي اشتركوا في القناة 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 نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ازاي بتجري كده في الحنفية بسرعة. آآ وكمان في الحوض اسفة. المية ازاي بتاكي استنوا نقلب بس كوباية الشاي الاول. بس كده. واحد شاي وصلح. بس كده قالت لي هي المية ازاي في الحوض عندك? بتنزل كده بسرعة من غير متى آآ يبقى في حاجة في الحوض لان عندها المية بتنزل بسعوبة شوية. صح كده? آآ انا عندي عمتا على طول بتلاقيني بس فتحة كده الحنفية. على السخن. وبسيبها كده المدة مسلا ايه آآ ست سبع دقايق. تنزل مية سخنة. تنزل مية سخنة وبتبقى آآ حلوة جدا. المية السخنة بتسلك اي حاجة. لو فيه دهون او فيه اي حاجة بتسلك الدنيا في الحوض. بس كمان بتعملي ايه? بقى بتجيبي آآ معلقة كربوناتو. انا هوريك البلواتس هجيب لك الكاميرا شوية. قريبة كده. بغضي النظر عن الطماطم ديت. ماشي? بيت بكو يا جماعة والله. آآ هجيب معلقة كربوناتو. كربوناتو صايبة من عند العطار. يعني بس شوية دول انا واخدة منهم وبخمسة جنيه. يعني انا واخدة منهم كمان. هجيب بقى معلقة. ماشي? وحط كده هنا. بصي هتحط معلقة كربوناتو. بالشكل دوت. تمام كده. واتحط كمان معلقتين. انا حطت معلقتين. وهتحط كده شوية خل. كمان هتحط بقى ميا سخنة. شايف بقى الفورون اللي حصل ده كله. كل دوت سلك عندك الحنفية او سلك عندك المصورة اللي بتنزل الدهون. كمان علشان خطر آآ تحافزي على الحوض بتاعك او تحافزي على المصورة بتاعتك ما يكونش فيها آآ بواي اكل او بواي دهون والكلام دوت انا اولا عمري في حياتي مرمية زيت في الحوض. الزيت اللي متعود علي او اللي بيتفرج على الروتين بتاعي هتلاقوني انا الزيت بحطه في كيس كده. آآ وبقفله كويس جدا. وبعد كده لو حسيت اللي الكيس هيتقطع او بخروم او اي حاجة بحطه في كيس تاني او شنطة تانية. وبروح رميها في الباسكت كمان. آآ بواي الاكل بقال انا بحطها طول ما انا واقفة باخسل الحوض. لو في رزاية في شعرية في اي حاجة نسيتها في الطبق بروح سحبها كده بايدايا ورميها على طول في الباسكت جنب الحوض عندي. آآ بسهل على نفس المواضيع وبنضف الاطباق قبل ما بحطها في الحوض. ده هيخلي عندك الدنيا عندك زي الفل صدقيني لما تعملي كده. يعني مسلا بواي الاكل ولا اي حاجة اول باول ترميهم في الباسكت. هتلاقي عندك الدنيا نظيفة. حتى وانت بتخسلي الموعين هتلاقي نفسك سهلت كده الدنيا وبقت عندك الدنيا نظيفة. والموعين بقت سهلة جدا وانت بتخسليها. ما فيش بقى موعين فيها زفورة موعين فيها آآ دهون آآ بواي اكل شوية من العيال الكلام ده كله بنزله اول باول كده من الطبق في الباسكت. بس كده. يلا بينا بقى ندخل وان شاء الله لو عملت الموضوع دوت هتدعيلي وهتلاقي الحود عندك تسلك وبقى تمام. وانت بتخسلي الموعين لو في حاجة قبلتك شليها. آآ حسيتي مسلا للحود بتاعك آآ مسدود او اي حاجة بصي بالآآ بكافي اديك كده اقعدي اضغطي كده هتلاقي هو اتسلك معاك مع الضغط دوت بتتغطي الهواء وتلاقي الهواء كله آآ سلك الدنيا. بس كده. حاجة سهلة اوي ومش متعبة خالص بس على حسب بالتعود بتاعي. كنت لو عملتها مرة اتنين وتلاتة هتلاقي عندك الحود. اول ما تنزل المياه كده هتلاقي هي جريت على طول في الحود. تمام كده? يلا بينا بقى نكمل الروتين المسائي جوه ونشوف هنعمل ايه ونحضل للولاد لبس المدرسة ازاي? وهنعمل ايه مع بعض تيه? دلوقتي بقى هنبدأ اللي احنا نعمل الكشاكيل والكراريس عشان يبقوا جاهزين لان اول يوم بيبقى مرهق اوي وكمان علشان خاطر هم في الترمي التاني بياخدوا اول حاجة اول يوم الدروس على طول وبيبدأوا المنهج. فاهمين قصدي? فعملهم ويبقوا موجودين احسن. بص عايز اقول لك اللي انا من الترمي الاولاني من اول يوم الدراسة اللي هو كان تقريبا عشرين تسعة حاجة زي كده. اه وانا شايلة معي الورقة. الورقة اللي هي بتاعت الطلبات. زي ما انت شايفة كده. يعني الحاجات ديت ماينفعش اللي هي تترمي وخلاص او تقولي لا خلاص مش هينفع اللي هم اه هبقى فاكرة. لا صدقيني والله ما تبقى فاكرة. شايلها في الكيس معي من ساعتها. اهي. يا ربي بس تطلع هي. مطلعش حاجة تانية والكسف قدامك. لا هي الحمد لله. الحمد لله. اه بصوا هنعب دلوقت نجلد الكشاكيل ديت اللي هو دي حاجات يوسف بتاعت تانية بتدقي. واحد كشكول واجب عربي جلاد اخدر. واحد كشكول واجب حساب جلاد احمر. الحاجات دي كلها نعملها دلوقتي مع بعض. وطبعا انا ما اشتريتش ولا كراريس ولا كشكيل من الترم دوت لاني جايبة كل الكشكيل والكراريس والحاجات بتاعتي من الترم اللي فات. وطبعا فيديو بتاع الفجالة والمكان اللي انا بشتري منه الكراريس والكشكيل هينزل لكم في صندوق الوصف زي ما هينزل لكم كمان الاماكن اللي بتبيع الشنط بسعر رخيص جدا. شنط السفر. وشنط المدارس. وكل انواع الشنط هتلاقيها في الفيديو ان شاء الله. طبعا انا دلوقتي نعمل الحاجات ديت ونشوف مع بعضها. بص دلوقتي حضرت كده الجلات بالشكل دوت انا ببقى حطا في الدوسي وقفل عليه بالسوستة كده او ممكن تحطيه في كارتون او تحطيه في شنطة اللي يعجبك. يعني اهم حاجة اللي انت تحافظ عليه بس ما يتطبقش. اه دي كمية الجلات كلها اللي انا كنت جايباها من الترم الاولاني. وكمان عندي من الترم من السنة اللي فاتت متوفر عندي اه جلات. فعشان كده انا جبت كمية محترمة عشان تقعد معي للترم التاني زي ما انتو شايفين. وعايزة اقولك كمان اللي هي سعرها رخيص جدا اه ارخص من لما تروح تشتري الواحدة بس يعني واحدة الجلات كده. يعني ما تجيب الباك وكله على بعده احسن ما تروح تشتري بالواحدة كده. اكيد مدرست العربي مسلا بتبقى طلبة اربعة اخضر. فلما تجيب عشرة مش هيخسروا عندي كله. لو عندك تفلين او عندك تلات اطفال هتحتاج الباكي في كله على بعد. انا مش فاكرة كنت جايب بك ايوم. هسيب لكم فيديو المشتريات بتاعة المدرسة برضو في صندوق الوصف. ان شاء الله بس يا رب افتكري اسيب لكم الفيديوهات اللي انا بقول لكم عليها. طبعا دي كلها كده الجلادة هناخد منها دلوقتي. اه انا بشوف المدارسين طالبين ايه? وبعمل على اللي هم طالبينه. دي كده الكشاكيل برضو كنت جايبها بالجملة. جايبة دسة الكشاكيل مش عارفة تقريبا كان بعشرين جنيه فيها عشر كشاكيل او بخمستاشر او تقريبا باتنين واشيب مش فاكرة مش فاكرة. اه هسيبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. بصوا كده دي الكشاكيل وهنشوف دلوقتي هنجلد ايه? يعني اول حاجة عندي هنا اه واحد كشكول جلاد اخضر. فانا بروح واخدق الكشكول وحطه كده. واخدق الجلاد الاخضر دوت بالشكل دوت كده. وحطى الجلاد عليه. بصي. عملا كده. اهو. كده ده خلص معايا. بعد كده بقى بروح مجمعاهم ومقفلاهم مع بعض. نيجي بقى هنا للكشكول التاني واحد كشكول واجب حساب جلاد احمر. اه بروح واخدى كده الجلاد الاحمر. بروح مطلع جلاد احمر. الشكل دوت كده. عايز اقول لكم الحاجات دي والله العظيم لها زكريات خاصة جدا عند كل واحد. كل واحد دي زكريات. اه وبترجعك كده بال اي نعم ابنة خنق وبتقومي بقى بتبقى مش قادرة وكسلانة والكلام دوت. لكن والله العظيم بيبقى ليها زكريات خاصة كده عند كل واحد. نيجي هنا واحد كشكول واجب دين جلاد ابيض. ده برضو كشكول اهو. نطلع الجلاد الابيض. هنا الابيض نفيش ابيض. بصو ده جلاد ابيض بحطه كده. بعد كده هنا ايه? آآ واحد كراسة مسطرة متابعة جلاد اصفر دي الكرا ريسة هي برضو محضرها جنبي دي الكراسة هياخد جلاد اصفر للكراسة. كده بسم الله رحمة 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 كده جلاد اصفر طبعا انا هعمل بقى كل الورقة زي ما انتم شايفين كده بنفس الطريقة اللي انا عملتهم في الاخر بقى هقولك انا بعمل فيهم ايه? بصوا دلوقتي بعد ما خلصت بقى كل حاجة دول الانجليزي خليتهم لوحديهم عشان خط لما تيجي تحط التيكت ما تتلغبطيش وتحط تيكت آآ غير يعني بتاع الانجليزي بتحط العكس وبتاع العربي بتحط بالعيدل ما تتلغبطيش وترجع تشيل وكده. ده كده الواحديهم وده الواحدي ماان خلصت كله مع عادة بس اللي هي تلاتة سكتش رسم صغير دي طبعا مش هينفع يتجلد وواحد فوم وقلم صبورة آآ وستيكر برضو مش يعني الستيكر والقلم الصبورة اللي منزل هاجبهم المكتبة والفوم كمان آآ اما التلاتة اللي سكتش عندي فانا مستنيها بس لما خلص وبعد كده هطلح ومدهم له. طبعا هو اول يوم هياخد كله معي عشان المدرسة بتاخد منهم في المدرسة بتخلهم له في المدرسة. واللي هو بيبقى معي في الشنطة اللي هي بتاعت العربي بتاعت الحساب والانجليزي بس كده. اما بقى بقية المواد اللي هي مثلا الاملة الحسة الدين اللي هي بيبقى معي الخواطر والحاجات اللي هي الحاجات دي كلها بيبقى عندها هي. طبعا انا بقى هجلد ازاي دلوقتي انا ببقى حطة كده الكشكول او الكراسة جوه الجلاد. بدبسه بقى. اسهل لي اللي انا ادبسه. احسن معه ده اعمل بستولوطيب لان الجلاد بيبقى كبير عن الكراسة. بصي. انا هوريكي وبعد كده بقى ايه هكمل انا بقى مع نفسي. بزقها كده الجوه لحد ما تزيجي نهيتها من هنا. وبعد كده بقى لبنا الحتة دي كده. طبعا اللي بتفرجوا علي وعيالهم صغيرين بكرا عيالك تكبر وتعملي اللي انا بعمله دوت ما تقلقيش يعني. وهتلاقي نفسك زهقتي وامتي والكلام دوت ويه كمان شوية نكمل وكده. ربنا يخليهم لك يا حاببتي يا رب وتفرح بيهم. اه الدبوس بقى بتاع الدباسة بخليه الجوه عشان ما يخربشوش. يعني بصي هيبقى بالشكل ده كده. الدبوس من بره. الحتة دي هي اللي من جوه. عشان لا قدر الله ممكن وهو بيطلع مسلا حاجة من الشنطة لو هو دوت من بره. ممكن يعور ايدي. او يعور ايديها. طبعا منا بقى هي اللي هتعمل الحاجة بتاعتها مش هعملها لها. لان هي كبرت بقى وفهمت. انا كل اللي انا بعمله بدبسهم لها كده بس لو هي مش عارف. وطبعا التقل لجلاد. هدبسه برضو من فوق من هنا كده علشان خاطر يبقى شكله حلو. ما يبقاش ما هرول كده. وكمان الجلاد ما يقعش من الكراسة. انتوا عارفين اصلا من العيال في الفصل. بلعبوا بيها الطبق الطاير. فاهمين انتوا قصد يعني. اما الميز بتاخدها تصححها. بتزيل حد يوزحها. فبلعبوا بيها الطبق الطاير. فطول ما هي الجلاد كده مسك نفسه عمره ما هيقع منها. بص بقى شكلها بقى اعمل ازاي. غير كده خالص. نفترض اللي دي محتوطة هيبقى واسعة كده ومش حلو. لكن لما بتعمليه كده بيبقى شكلها حلو جدا. موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 تصليم